اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملفات خاصة بعد التطورات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا أصبحت القارة العجوز أوروبا تعاني بشكل واضح من أمراض الشيخوخة تحاول بكل ما تستطيع من قوة منع وصول الدب الروسي إليها حتى لا تلقى ذات مصير للشارة أوكرانيا وتعاني أيضا من عقدة أزمة الطاقة التي قد تشهدها إذا انقطع عنها غاز روسيا في هذه الحلقة نفتح ملف تراجع قوة أوروبا ويسعدني أن أرحب بضيفي عبر سكايب الدكتور علي الهيل الباحث في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور علي حياك الله وكل عام وأنت بخير وأنت بألف خير ولكن قبل أن نبدأ هذا الحوار دعنا نتابع تقرير عده الزملاء دكتور علي نتابع أرحب بك من جديد دكتور علي دكتور علي لو بدأنا من هذه الشيخوخة التي وصلت إليها القارة العجوز ما أبرز ملامح هذا الترهل الذي تعانيه أوروبا القارة العجوز أو The Absolute Continent هذا مصطلح أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق على القارة الأوروبية بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين فرنسا من جانب وبينه وبين ألمانيا من جانب آخر ولو تذكر أن أنجيلا ميركل ردت عليه وقالت أننا لا نحتاج دروسا من الولايات المتحدة الأمريكية عندما اتهمها بأنها قارة عجوز وأن دورها في النيتو لم يعد مهما ولا بد من إعادة ترتيب حلف دول حلف شمال الأطلسي طبعا أنت عارف أن الحاجة الاقتصادية في الدرجة الأولى هي التي دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى التجمع في هذا الاتحاد طبعا هو بدأ بالسوق الأوروبية المشتركة ثم وصل إلى الاتحاد الأوروبي وإلى منطقة اليوروزون وإلى منطقة الشنغن أو منطقة البيز يعني التي لا بد من أي واحد من خارج هذه المنطقة أن يحصل على تأشيرة شنغن لزيارة هذه الدول طبعا هناك دول كما تعلم في الاتحاد الأوروبي في داخل اليوروزون ولكن ليس بالضرورة هي في منطقة الشنغن ممكن تكون في منطقة اليوروزون وممكن تكون في منطقة الشنغن وهناك دول على سبيل المثال مثل جمهورية الشيك تحتفظ بعملتها المحلية إلى جانب عملة اليورو طبعا دول الاتحاد الأوروبي ليس هناك تجانس بينهم يعني بين فرنسا وبريطانيا بالقطار يمكن نصاعة عبر التانيل ولكن ثمت يعني فروقات شاسعة وبون شاسعة بين الثقافتين البريطانية والفرنسا والفرنسية وهناك لا ننسى العداء التاريخي بين فرنسا وبريطانيا وهذا أيضا يندرج على الثقافات غير المتجانسة بين هذه الدول ولعل خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي طبعا كان بضغط مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم أنت تلاحظ أننا أمام صراحة يعني منافسين يعني أمريكا وبريطانيا التي تمثل نظام القطب الواحد يعني بريطانيا هي الآن الأهم في التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك التحالف الروسي الصيني وإن أبدت الصين بعض التحفظات في الظاهر ولكنها الصين هي خططت ونفذت مع روسيا ما حدث لاحقا وهو غزو أوكرانيا لذلك اليوم دول القارة الأوروبية أو دول الاتحاد الأوروبي هي الدول ضعيفة يعني من الذي يمول الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي يعني الدول البلقيق مثل أستونيا والآدفيا والآدفيا ولثيوينيا والدول الأخرى يعني في شمال أوروبا وفي جنوب أوروبا تمولها فرنسا وتمولها ألمانيا وفرنسا وألمانيا الآن تعانيان من أزمات اقتصادية خاصة بعد جائحة كورونا ولكن روسيا استطاعت يعني الذين يقولون أن روسيا طبعا هذه بروبغندا أوروبية بالاتحاد الأوروبي وخاصة من بريطانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية بعجباره زعيمة النيتو يعني يقولون أن روسيا لم تستطع أن تفت في عضد الدول الاتحاد الأوروبي لا فتت في عضد الاتحاد الأوروبي سؤال هنا دكتور علي هل الضعف الأوروبي بدأ منذ غزو روسيا لأوكرانيا أم أنه منذ سنوات طويلة لا هو منذ سنوات طويلة عندما بدأت فرنسا وألمانيا تمولان الدول الفقيرة التي عانت من أزمات اقتصادية مثل اليونان ومثل إيطاليا ومثل إسبانيا ومثل دول البلطيق التي هي جزءا من الاتحاد الأوروبي ولكن غزو روسيا لأوكرانيا بين أكثر الضعف الأوروبي والانقسام يعني بقولك هذا دكتور علي أنت تقول بأن الوحدة الأوروبية كان لها سلبيات أكثر من الإيجيبيات التي عادت منها نعم لأنه الدافع الاقتصادي هو الذي دفع هذه الدول غير المتجانسة ثقافيا وأيدولوجيا واجتماعيا يعني أعطيك مثال بسيط يعني مثلا دول المنظومة الخليجية عندنا هنا دول كلها متجانسة تاريخيا متجانسة اجتماعيا متجانسة سياسيا اقتصاديا ولكن للأسف لم تصل هذه الدول يعني النضج السياسي بالمنظومة الخليجية لم يستطع أن يوصلها إلى ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي على العكس تماما مختلف تماما ثقافيا وتاريخيا وسياسيا واقتصاديا ولكن الرغبة في الاقتصاد وفي تقوية الاقتصاد هو الذي دفع الاقتصاد هو الذي هو الحافز الأساسي وراء تجمع دول الاتحاد الأوروبي نحن لاحظنا أن اختلافات كبيرة بين الدول الأوروبية يعني ما الذي جعل بريطانيا أن تنسحب من التجمع الأوروبي أو من الاتحاد الأوروبي يعني ثقافيا مختلفين ايدولوجيا مختلفين يعني مثلا بريطانيا أقرب بكثير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بل هي تمثل وصلت إلى درجة التوحد السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن في لغة إنجليزية مشتركة بينهما وفي حضارة يعني وفي ثقافة مشتركة يعني معظم الأمريكيين الذين غزوا العالم الجديد أو الشمال الأمريكي وقضوا على النيتب أمريكنز كما سموهم تالكت بارسنز عالم الاجتماع الأمريكي الراحل وهم سموه في البداية في 1492 بل سموا شعب تلك المنطقة الهنود الحمر قضوا على الشعب الأصلي يعني معظمهم جاءوا من أين؟ جاءوا من بريطانيا ومن أيرلندا وكانت بريطانيا تستعمر أيرلندا جمهورية أيرلندا وما تزال هي تستعمر سودن أيرلندا أو أيرلندا الجنوبية دكتور علي قبل أن نذهب إلى تأثيرات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي على الدول الأوروبية أريد أن أسألك عن قيادة هذا الاتحاد وقيادة القارة بأكملها من يقود القارة اليوم ومن قادر على قيادة القارة في المستقبل للخروج من هذا الوضع الذي ينفق على الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وهما يشتركان في قيادة الاتحاد الأوروبي ولكن ثمت اختلافات جوهرية بين فرنسا وألمانيا نشأت في الخمس سنوات الأخيرة التنافس على قيادة الاتحاد الأوروبي وهذا التنافس بين ألمانيا وفرنسا على قيادة الاتحاد الأوروبي قد يفضي إلى خروج دول أخرى وهناك ثمة دول هددت بالخروج من دول من الاتحاد الأوروبي إن لم تقم فرنسا وألمانيا بدعمها ماديا وطبعا فرنسا وألمانيا حريصان على أن يدعموا هذه الدول حتى لا يتفكك الاتحاد الأوروبي ولكن أنا شخصيا أرى أن بعد خروج بريطانية من الاتحاد الأوروبي ثمة دول مرشحة يعني إلى متى يظل دافع الضرائب الفرنسي والألماني الذي يعاني من ضيق المعيشة في بلده يسمح لحكومته بأن تقوم بتمويل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن اسمح لي دكتور علي أن أقول لك بأن حصل أو كان هناك توقعات بحصول انكماش في بريطانيا يعني يصل إلى أربعة بالمئة تقريبا ولكن اليوم نتحدث عن قيادة هذه القارة برأيك من الأجدر لقيادتها؟ يعني من الأجدر لقيادتها؟ الدولة الأقوى أقتصاديا أنت من ترى اليوم أقوى اقتصاديا؟ هي ألمانيا، الدولة الأقوى اقتصاديا اليوم هي ألمانيا مقارنة بفرنسيا، يعني فرنسا اليوم أصبحت دولة ضعيفة يعني حتى سياسيا واقتصاديا وتأثيرا أصبح يعني انكمش تأثيرها الخارجي مقارنة بألمانيا ولكن البعض يقول دكتور علي بأن الوضع ليس كما تقول بأن ألمانيا ستقود القارة والاتحاد بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها وذلك أن المستشار الألماني الجديد شولدس لن يعني يرقى إلى هذا المستوى الذي بإمكانه أن يقود القارة لأنه ثم تضغوطات في الداخل الشعبية دافع الضرائب الألماني أنت تعرف الفرد الألماني له قيمة والفرد الفرنسي له قيمة في الدول الديمقراطية على عكس ما يحدث في العالم العربي على سبيل المثال إذا جازت المقارنة الدول العربية بشكل عام هناك أي ون مان شو هناك شخص واحد الذي يصدر القرار والذي يتحكم في صناعة القرار ولكن في تلك البلاد الديمقراطية وفي الولايات المتحدة الأمريكية كذلك يعني الرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء والبرلمان هؤلاء كلهم موظفون منتخبون من قبل الشعوب ولذلك الشعوب تضغط على الحكومات والشعب الألماني خاصة بعد الجائحة بدأ يضغط يعني صحيح لم يضر إلى العلن الإعلامي ولكن بدأ يضغط على حكومته حتى أيام أنجيلا ميركل يعني بدأ يضغط إلى متى نظل ندفع هذه الأموال الطائلة لكي نبقي على الاتحاد الأوروبي ولكن هناك ضغط آخر من الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها أن تكون هناك أوروبا واحدة وهذا ظهر يعني كثيرا في التصريحات الأمريكية ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إضعاف أوروبا وأنا في رأيي وإن لم يعني أنا استنتاجي الشخصي وقراءتي الشخصية للمشهد السياسي أن الولايات المتحدة ترأت في غزو روسيا لأوكرانيا ودخول أوروبا على الخط من حية الدعم وخاصة للتطورات الأخيرة والتي تعتبره روسيا خطا أحمر وهي المعدات الثقيلة أو الأسلحة الثقيلة من مصلحة أمريكا أن يتم إضعاف أوروبا وبالتالي أمريكا شاطرت المستوى السياسي في بريطانيا موقف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أليس كذلك؟ طبعا لأن أمريكا تعتبر بريطانيا هي الحليف الأهم الاستراتيجي الأهم وربما الوحيد في كل دول الاتحاد الأوروبي أمريكا لا تعبى بدول الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والسؤال هنا دكتور علي والسؤال هنا هل تقدم دولة أوروبية أخرى على نفس الخطوة بضغط أمريكي؟ يمكن أن نعم هذا محتمل جدا أن تنسحب أكثر من دولة تحت ضغط أمريكي هذا محتمل وهناك دراسات المعاهد الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا حول هذا الوضع وبالتالي شعبية الاتحاد الأوروبي كيف تراها في الوقت الراهن؟ دكتور علي يعني الاتحاد الأوروبي يا سيدي مثل مجلس الأمن الدولي مثل البنك الدولي مثل صندوق النقد الدولي هذه هي منظمات غير منتخبة ديمقراطية يعني هناك صحيح حكومات منتخبة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي ولكن الإنشاء الاتحاد الأوروبي نفسه يعني ليس الاتحاد الأوروبي هي مؤسسة غير منتخبة ديمقراطية وهناك من يطلق عليها بأنها مثل مجلس الأمن هي مؤسسات ديكتاتورية تحدث أنت عن أكبر دولتين في أوروبا فرنسا وألمانيا فصلنا بموضع ألمانيا الاتحاد الأوروبي وليس في أوروبا الاتحاد الأوروبي نعم لو تحدثنا عن فرنسا وبعد فوز ماكروم بالانتخابات الفرنسية هل تعتقد بأن هذا عزز تماسك الأوروبا أكثر لا هذا شأن فرنسي داخلي يعني الفرنسيون تاريخيا وإن كانت هذه المرة وصل اليمين المتشدد بقيادة مارين لوبان إلى نسبة كبيرة أكثر من 40% وهي اليمينية المتطرفة نعم اليمينية المتطرفة نعم مارين لوبان ولكن تاريخيا الفرنسيون ضد وصول يمين متطرف إلى الحكومة وهذا ونتيجة حصول مارين لوبان على هذه النسبة لأول مرة في تاريخ هذا الحزب جعل الفرنسيين يذهبون إلى ترجيح كفة ماكرون ليس حبا فيه ولكن كراهية في أن يأتي اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان ولكن لنفترض فوز لوبان في الانتخابات الفرنسية ماذا ما الذي كان ينتظر أوروبا في حال فوزها وهي التي لها مواقف داعمة لبوتين على سبيل المثال طبعا اليمين المتطرف في فرنسا يعني سيكون له تأثير سلبي على بقية دول للتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا على سبيل المثال ألمانيا تدعم اللاجئين يعني لاحظت أنت أيام في عهد المستشارة السابقة أنجلة ميركل هي كانت تهتم باللاجئين السوريين وغيرهم وكانت تشجع الشعب الفرنسي على السلم الأهلي وعلى ضرورة استقبال هؤلاء اللاجئين الذين لجأوا إلى ألمانيا لديها قيم يعني إنسانية كثيرة ألمانيا مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا لماذا؟ لأنها عانت من الهزيمة في حربين عالميتين الأولى والثانية وتم تحييدها كما تعرف ولذلك سياسات اليمين المتشدد أو المتطرف في قلعة الباء لو أنه وصل إلى الحكم سيكون كارثة على الاتحاد الأوروبي للشك وكارثة على الداخل الفرنسي كذلك دكتور علي أنت تحدث عن أن الولايات المتحدة تريد بشكل أو بآخر إضعاف الاتحاد الأوروبي منذ بدايته منذ نشأته ولكن منذ بدايته ولكن هل تعتقد بأن هذه الرؤية الأمريكية تجاه الأوروبيين تختلف على حسب من يكون في سدة الحكم سواء جمهوريا أو ديمقراطيا لا أفترض ذلك على الأقل ولكن أنظمة الانتخابات في أوروبا شبيهة تقريبا بالولايات المتحدة الأمريكية هناك شبه دكتاتوري هناك حزبان في أمريكا إما أن يأتي الحزب الدموراطي أو الجمهوري في بريطانيا إما أن يأتي العمال أو المحافظون يعني هناك حتى يعني أنا شخصيا يعني التقيت بكثير من البريطانيين في دراسات ميدانية وقالوا لي نحن نعيش في وهم ديمقراطي في بريطانيا وليس في ديمقراطية حقيقية وعندما سألتهم لماذا قال لأن الحزبين الديمقراطي الحزبين المحافظين والعمال هما الذين يتداولان على السلطة ويهمشان بقية الأحزاب واعتبر ذلك ديكتاتورية ديمقراطية دكتور علي بالحديث عن أمريكا أيضا تخبط تشتت كبير عاشته الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة خصوصا بعد انسحابها من أفغانستان في العام المنصرم باعتقادك كيف أثر هذا التخبط الأمريكي على دول الأوروبية لا الانسحاب الأمريكي الفوضوي والارتجالي وغير المدروس من أفغانستان هزة ثقة ليس فقط الانتحاد الأوروبي وثقة الصين وروسيا ولكن أيضا ثقة حتى الدول العربية التي كانت موالية يعني لم تعود اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لها الصدقية نفسها لها نفس المصداقية لدى دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات لاحظنا أن جو بايدن تصل بالأمير محمد بن سلمان يرجوه أن يزيد الانتاج كي ينخفض السعر نتيجة الحرب في أوكرانيا ولأول مرة تقريبا في تاريخ العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية من جانب والإماراتية والأمريكية من جانب ثاني هذه هتان الدولتان رفضتها طلب الرئيس الأمريكي وما كان ذلك ليحدث لو لا المصداقية الأمريكية التي اهتزت نتيجة الانسحاب من أفغانستان بعد عشرين سنة اكتشف السعوديون والإماراتيون والعالم واكتشف دافع الضرائب الأمريكي أن بعد عشرين سنة من الوجود الأمريكي في أفغانستان خسرت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تريليوني دولار دفعها دافع الضرائب الأمريكية وخسر الأمريكيون الكثير من الأرواح ومن الجرحة وكذلك دول النيتو التي دخلت مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكتوبر 2000 إلى أن انسحبت بالتدريج من التحالف الأمريكي في 2015 واكتشف العالم أن الأمريكيين في خلال عشرين سنة لم يحققوا شيئا ولم يستطيعوا أن يدحروا طالبان بدليل طالبان عادة للسلطة هذا شرح مفصل لما حدث مع أمريكا وتأثيره على أوروبا ولكن اليوم الحديث عن أمريكا وأوروبا وأنهما يريدان توحيد الموقف تجاه الحرب في أوكرانيا وبالتالي أمريكا من مصلحتها أن يكون الموقف الأوروبي موحدا وليس مشتت صح ودول الاتحاد الأوروبي تدركوا ذلك ولكن أمريكا لا تهتم إلا ببريطانيا الآن كما أسلفت لك الآن لدينا نحن قطبان نعم بشكل واضح لدينا بريطانيا وأمريكا ولدينا الصين وروسيا وهذا أحد أهم الهداف من الغزو الروسي لأوكرانيا باعتبارها هي المدخل إلى أوروبا لتغيير النظام الجيو استراتيجي والجيو سياسي في أوروبا لأن الروسيا تحس أن النظام القطب الواحد عربدة في العالم ولا بد من نهاء النظام القطب الواحد اليوم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الخلافات ليس فقط جائحة كورونا يعني على سبيل المثال روسيا والصين تعافتا من جائحة كورونا الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال رقم واحد من حيث الوفيات ومن حيث الإصابات وإن لم يتم التركيز إعلاميا على هذا الأمر والولايات المتحدة الأمريكية عندها مشاكل كثيرة بالداخل مشاكل عنصرية ومشاكل اقتصادية ومشاكل بين الولايات وهناك من يقول أن الولايات كما أن الاتحاد السوفيتي في عام 1989 دسمانتل يعني تحلل يعني انهار يمكن للولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسير لا أقول أنها تتحلل الآن أو أنها تتفكك الآن ولكن هي في طريقها إلى التفكك وهذه سنة الله في خلقه وكل الامبراطوريات هكذا تبدأ قوية ثم تتضاءل وتضعف وتضمر ما قبل الحرب دكتور علي ما قبل الحرب في أوكرانيا وما بعدها ما الذي اختلف في أوروبا ما الذي تغير في أوروبا اختلف الكثير اليوم يعني في 2014 في 2014 روسيا غزت أوكرانيا وضمت شبه جزيرة للقرب وذهبت إلى جورجيا وثبتت انفصاليي جنوب أوسيتيا على سبيل المثال واختبرت الغرب واختبرت الولايات المتحدة الأمريكية ولم يحدث شيء هذه المرة هي غزة أوكرانيا لأنها تريد أن ترتب البيت الروسي لأنها تريد أن تستعيد تلك الجمهوريات وتلك الأراضي التي خسرتها بنهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 وذلك هي الآن تركز على دونباس واعترفت بجمهورتي دونتسك ولوغانسك وهما جمهوريتان انفصاليتان عن أوكرانيا واعترف بهم الرئيس الروسي بوتين قبل الحرب أسبوع تقريبا وأيضا اليوم يعني تركيز القوات الروسية على الجنوب الأوكراني هو لكي يكون مدخلا لها إلى الجمهورية الانفصالية التي فصلت عن مولدوبا ولم يعترف بها سنتحدث عنها بالتفصيل دكتور علي سنتحدث عن إقليم ترانستيريا بالتفصيل ولكن السؤال ما هو مدى ارتباط الدول الأوروبية بروسيا وبالنظر إلى أن ما تفعله روسيا في أوكرانيا الآن يتطلب بطبيعة الحال مواقف حازمة من أوروبا استيراد الغاز والنفط الروسي بالعملة الروسية الروبل اليوم اليوم يونيبر أكبر شركة في ألمانيا للطاقة فتحت حسابا بالروبل في موازات إرسال ألمانيا لأول مرة وهذا يعتبر تغير مفصلي في السياسة الألمانية تجاه الحرب في أوكرانيا أرسلت مدافع سمي الدبابات ولكن هي مدافع ضد الطائرات وصرحت بأنها ستقوم بتدريب مجموعة من الجيش الأوكراني على استعمال هذه المدافع ولكن لماذا حدث هذا لأن في ألمانيا ليس كما يحدث في العالم العربي أنا أريد أن أقارن اليوم بالعالم العربي كذلك يعني مثلا في ألمانيا لا يستطيع المستشار شولتز ولا يستطيع البرلمان الألماني أن يضغط على شركة مثل يونيبول ويقول لها لا لا تفتح حسابا من روبل لا هذا لا يحدث لماذا لأن هؤلاء موظفون لدى الشعب الألماني ولا حق لهم وهذه الشركة شركة مستقلة في العالم العربي ليست هناك شيء يسمونه مؤسسات مستقلة أو شركات مستقلة يستطيع النظام السياسي أن يضغط على هذه الشركة أو تلك لكي تغير رأيها وموقفها ولكن مثلا في ألمانيا في موازاة رسال ألمانية لأسلحة تقيلة مثل المدافع الموجهة ضد الطاهيرات والتي أظن اسمها هوارتس وتدريب وتصريح بأنها ستدرب مجموعة من الأوكرانيين على استعمالها في موازاة هذا القرار الحكومي يونيفر صرحت بأنها ستفتح حسابا بالروبل وهذا يعني أن ثمة انشقاقات حدثت في داخل أوروبا وبالحديث عن مسألة الطاقة بدأ بدأ الدول الأوروبية كبرى البحث بشكل منفرد عن مصادر بديلة للغاز الروسي وتجاهلت منصة أوروبية موحدة ستقود شراء الغاز للتكتل هذا هل تعتقد بأنه دليل على فشل التخلص من عقدة الغاز الروسي من قبل أوروبا في المدى المنظور لا تستطيع أوروبا أن تستغني عن الغاز الروسي يعني أمس الرئيس بوتين أصدر قرارا بإيقاف مداد أولندا وبولغاريا بالغاز الروسي وألزمهم بالدفع بالروبل ولكن في المدى المنظور لا لأن روسيا هي على عتبة الباب بالنسبة لأوروبا يعني ما هي البدائل البدائل المصادر البديلة بعيدة عن أوروبا يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وقعت مع الاتحاد الأوروبي بأن تزود أوروبا بالغاز الكلام هذا قبل شهر تقريبا وإلى هذا اليوم لم يحدث شيء لأن في عوامل لوجستية تعيق وصول الغاز الأمريكي أو الغاز الأسترالي إلى أوروبا أو الغاز القطري أو الأنواع الأخرى في مصادر الغاز الأخرى في العالم هذا بالنسبة لتعامل الدول الأوروبية مع روسيا ولكن مع أوكرانيا كان لافت موقف النمسا من دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي موقف غريب جدا في ظل الدعم الغربي الكبير لأوكرانيا النمسا أعلنت معارضتها لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وأشرت إلى أن استطلاع داخلي أيد فيه 40% من السكان موقف بلادهم بشأن أوكرانيا وزارة الخارجية الأوكرانية ردت بأن موقف النمسا من عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي مخيب وقصير النظر في ظل وأيضا النمسا صرحت بأن الغاز الروسي تدفق إلى النمسا وليست هناك أي مشاكل وأن النمسا مستعدة لدفع رسوم الغاز أو أسعار الغاز بالروبل بالعملة الروسية وهذا أيضا يعتبر موقف شاذ عن القارة بشكل عام أليس كذلك دكتور علي نعم لأن النمسا دولة محايدة أصلا تاريخيا النمسا وسويسرا هذه من الدول المحايدة ولا تريد أن تدخل طرفا في الصراح هي طول عمرها محايدة فلماذا الآن تدخل طرفا في الصراح وأنا في رأيي أن الأوروبيين جميعا بدرجات متفاوتها يتفهمون لماذا دخل دخلت روسيا إلى أوكرانيا ولماذا الرئيس بوتين لا يطلق عليها حربا وإنما يسميه العملية العسكرية الخاصة يعني أنت تلاحظ أنه لما دخل دخلت روسيا إلى وهنا أيضا دكتور علي سويسرا منعت ألمانيا من إرسال الذخير السويسرية إلى أوكرانيا وبالتالي هذا يفسر حجم التباين المواقف من الدول الأوروبية تجاه أوكرانيا وهنا السؤال هل يزداد عدد هذه الدول التي تمتنع من تقديم الدعم الكبير لأوكرانيا عفوا حدث انقطاع في الصوت سأعيد عليك سؤال بصيغة أخرى دكتور علي سويسرا أيضا منعت ألمانيا من إرسال الذخير السويسرية إلى أوكرانيا وبالتالي هل تعتقد بأن عدد الدول سيزداد الدول التي ستحجم دعمها لأوكرانيا طبعا طبعا لأن هذه الدول أوروبا كلها بالمناسبة حتى بما فيها بريطانيا يعني يلاحظون أن الرئيس زيلونسكي فلو دومير زيلونسكي يحاول أن يجر أوروبا كلها إلى حرب مع روسيا وهذه خطيرة جدا وهم يدركون ذلك هم عانوا من حربين عالميتين مدمرتين قتلت أكثر من 250 مليون أوروبي وأمريكي وهم يعلمون زيلونسكي غارق ويريد أن يتشبث ولو بقشة ولذلك هم يمشون على حق من الأرغام في مسألة دعم زيلونسكي ودعم أوكرانيا يعني لحد ثلاثة أيام لحد أسبوع من الآن كانوا يرفضون تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة لأن هذه الأسلحة أصلا وبعدين روسيا هددت وروسيا قامت قامت بإسقاط طائرة الشحن أوكرانية تحمل مساعدات غربية دمرت مستودعا كبيرا للأسلحة الغربية كانت قادمة من بولندا يعني هذه الأسلحة الثقيلة التي تدخل إلى أوكرانيا عبر بولندا لا تلبس طاقية الإخفاء يعني اليوم روسيا تحتفظ بالسوبرميسي سكاي سوبرميسي يعني بالفوقية الجوية بالامتياز الجوي يعني أوكرانيا كلها تحت مجهر القوات الروسية فأين ستذاب هذه الأسلحة الثقيلة ثم أن بوتن هدد في خطابه أمس بأن إرسال أسلحة ثقيلة أو دخول أي دولة أوروبية وهنا يعني أعتقد بولندا لأن بولندا لديها ثأر تاريخي من روسيا لأنها كانت أولا مقسمة بين ألمانيا لو تذكر بين ألمانيا وروسيا في السنوات السابقة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي السؤال هنا دكتور علي سيعتبر هذا حربا مباشرة مع أوروبا وأنت تدرك ما معنى حرب مباشرة مع أوروبا أنها ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وهذا ما أسألك عنه دكتور علي يعني أنت تقول بأن هناك دول أوروبية تتفهم ما يفكر به بوتين أو ما فكر به عندما غزى أوكرانيا السؤال هنا ما سر التخوف الأوروبي من روسيا بيد أن أكثر ما يميز أوروبا هي الوحدة الوحدة والاتحاد بشكل عام هم يخافون على هذه الوحدة أو هذا الاتحاد من أن يجروا إلى حرب أوروبية روسية مدمرة هم يعلمون أن روسيا تستطيع أن تحارب إلى مئة سنة من الآن لا ما عندها مشكلة روسيا ليست إيران وليست العراق روسيا دولة تصنع غذاءها ودواءها وسلاحها روسيا دولة عظمى روسيا لم تستعمل سما 1% من أسلحتها من قدراتها الأسكرية يعني استعمل استعمل صواريخ كنجال أو صواريخ الخنجر وشاهد الأوروبيون الأوكرانيون كيف يستعملها عندما ضرب مستودعا للأسلحة الأوكرانية 36 مترا تحت الأرض نعم هذه فقط يعني جزء من الأسلحة ثم وضع قواته النووية الرادعة على أهبة الاستعداد أي دولة تمتلك سلاحا نوويا الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية مثلها تعمل لها ألف إساب لأن هذه الأسلحة النووية رادعة تردع أي دولة أخرى تفكر في محاربة روسيا ولذلك يعني عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط على سبيل المثال لم تتنادى الدول الأوروبية على الأقل دعكة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو دعكة عن الدول الأوروبية من خلال الناتو الدول الأوروبية من خلال للتحاد الأوروبي لم تتنادى إلى تشكيل تحالف لإخراج روسيا من أوكرانيا كما فعلوا عندما غزى العراق بعهد الرئيس الراحة صدام حسين الكويت على سبيل المثال لماذا؟ لأنهم يتفهمون أن لروسيا حقوقا في داخل أوكرانيا ولها حقوقا في أيضا في بولندا ولهم يعرفون ذلك يدركون ذلك تماما وأن هذا نتيجة من نتائج انهيار للتحاد السوفيت دكتور علي لأن الوقت يداهمنا الرسائل روسيا النارية تصل أولا بأول للدول الأوروبية الرسائل النارية في أوكرانيا والمخاوف الأوروبية تتصاعد من الأطماع الروسية في عدة مناطق كما تقول بعض التقارير ما طبيعة هذه المناطق ما الخلاف حولها وهل يستطيع الأوروبيون حمايتها؟ أنا أستبعد ذلك يعني روسيا مصرة على استبداد كالينجراد على سبيل المثال وهو قليم الروسي بالمناسبة وفيه شعب روسي يتحدث اللغة الروسية وهو شعب مضطهد وهذا لكي نوضح للمشاهد يعني كالينجراد هذه تقع بين لثوينيا وكولندا والآن التركيز على الجنوب الأوكراني هو الوصول هو ربط هذا الإقليم الذي يقع بين لثوينيا وكولندا بلا روسيا لأن بلا روسيا تقريبا هي جزء من روسيا الاتحادية وبينهما تحالف استراتيجي أيضا بالنسبة للجمهورية التي انفصلت عن مولدوفا والتي لم يعترف بها أحد وهي ترانس نستيريا على سبيل المثال وهذه يعني مهمة جدا يعني يحاول تحاول روسيا استرداد كم استرد كما استردت روسيا يعني ثماني في المئة خلينا نقول اليوم حتى الآن من إقليم دونباس وكما تم الاعتراف بجمهوريتين دونتسك ولوغانسك والآن روسيا تحاول أن تسترد هذين الإقليميين الروسيين أساسا وهذا أيضا الذي دفع بولندا إلى التصريح بأنها ستدخل إلى غرب أوكرانيا إلى غرب أوكرانيا لأن لديها أراض متنازع عليها بينها وبينها روسيا وهذه ستشعل شرارة الحرب الروسية الأوروبية لو حصلت بثلاثين ثانية دكتور علي بثلاثين ثانية إلى أين تتجه القارة الأوروبية في ظل كل هذه المعطيات التي ذكرناها خلال الحلقة في ضوء كل هذه المعطيات التي ذكرت وفي ضوء التغيرات المفصلية الخاصة بإرسال وغيرها عبر بولندا إلى أوكرانيا نحن إزاء حرب روسية أوروبية قد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة شكرا لك دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والباحث في العلاقات الدولية كنت معنا عبر سكايب من الدوحة والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدين الكرام دمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة